اذا انتهى من الطواف فإنه يصلي خلف المقام خلف مقام إبراهيم ركعتين بعد الانتهاء من الشوط السابع يصلي ركعتين خلف المقام قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى يقرأ في هاتين ركعتين في هاتين ركعتين في الأولى بالكافرين وفي الثاني بالإخلاص قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين يقول هو الله أحد يقول يا أيها الكافر رواه مسلم وقرأ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة